حديث رمضاني مع تجدين حسيني على بركة الله ككل شهر رمضان نلتقي في جلسات حديث رمضاني بمنغا بدأوا هذا الموسم شخصية معروفة أشهر من نار على عالم الاسم مرتبط كثيرا بالتحليل في مجال علاقات دولية وفي المجال الديبلوماسي بشكل عام ولكن في المقابل الحضور ديال هذه الشخصية على وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية كتقبلوا واحد من ندرة كبيرة بخصوص المعطيات على ما صاره وعلى حياته الشخصية اليوم سوف ندير التمرين مع أول ضيف في حديث رمضاني بل مستضيف ديالنا في حديث رمضاني الأستاذ تجدين الحسيني أهلا وسهلا شكرا لك الأستاذ تجدين الحسيني حيث تستقبلتنا عفو العفو أدبيتكم مرحبا في كل يوم كنت لقينا المرة السابقة قلت لك المسار ديالك يستحق أن يروى رغم أنك مقل في الكلام على نفسك ومعرفتش علاش لا فقط الانشغالات لا تسركوا الوقت للحديث عن أشياء تفصيلية وبالتالي اهتمامة كثيرة داخليا دوليا في المهنة في تدريس في عدة مجالات ولكن اليوم إن شاء الله في هذه المناسبة وفي هذه الشهر العظيم سوف ندير التمرين مع الأستاذ تجدين الحسيني ونعرفك متحفظ في الكلام على نفسك ولكن نحاول ما أمكن نخرج منك ما أمكن من المعلومات والذكريات سأحاوله جميعا إن شاء الله بغيتني بذات التمرين ديالنا اليوم سيديل الحسيني من مدينة مكناس نسعى مكناسي إلا بغنين نرجع إلى سنوات الخمسينيات تجديل الحسيني في نزاد أنا في علام المواليد مدينة مكناس لكن أصولنا هي أصول صحراوية بامتياز على ما يذكر والدي وحسب شجرة العائلة التي كان يحافظ عليها كثيرا نحن أبناء محمد الذي هو ابن مولي علي الشريف مولي علي الشريف كما تعلمون مولي علي الشريف كان له أعتقد ثلاثة أبناء مولي محمد ومولي راشيد ومولي إسماعيل نحن أبناء وحفدت مولي محمد ولا أزال أذكر بعد وفاة عاهد الراحل الحسن الثاني رحمه الله كنت توجهت في وفد آنها لزيارة هذه المناطق في الرساني فإذا بكثير من الأشخاص هناك كانوا يعرفون الوالدة من زمان فأطلعوني على ما يسمى الكسر وقالوا لي هذا هو مكان عائلتكم الذي يسمى كسر أولاد مولي محمد وفعلا زرت لذلك المكان وكانت حقا قد قربة وقضيت تذكر التاريخ له ما يبرره في مثل تلك الظروف وبالتالي حتى كلمة الاسم الحسيني هي في الحقيقة كانت لدينا كلمة اسم العلوي كاسم العائلي تماما وعمي ظل دائما يحملوا اسم العلوي لكن تغييرات التي وقعت على الحالة المدنية في أوائل الاستقلال فرض على الكثيرين أن يغيروا أو يضيفوا اسم آخر فوالدي كان حاول أن يعطيها طالما يدر لي اسم الحسيني ثم وضع هكذا الحسيني والكثير الذي الآن يعتقدون أنني سأكون بكل تأكيد إما من عائلة السقلي أو عائلة العراقي أو شيء من هذا القبيل لكننا في الحقيقة أصلنا من الرصاني من مولي علي الشريف والوالد ازداد في مكنيس أم هاجر من الرصاني؟ لا الوالد ازداد في مكنيس أبوه الذي كان غير ازداد في الرصاني ازداد في مكنيس والدي من الأشخاص الذين ربما اهتموا بالدراسة منذ الصباح لأنه كما تعلمون في الحينه كالأشخاص عندما يكملون دراستهم في الكتاب يتوجهون إذا كانوا طموحين يتوجهون إلى القرويين لمتابعة دراسة الكاتية الدراسة العليا في الحينه فوالدي عندما أتم دراسته هناك وحصل على ما يسمى بشهادة العالمية عاد مجددا إلى مكنيس وفي ذلك الحين كان أغلب الأشخاص الذين ينتهون من جامعة القرويين إما يذهبون إلى القضاء الشرعي أو يذهبون إلى مهنة العدالة أو منهم من يستمروا في نشاطه المهني أو الحرفي الذي كان يزاولوه من قبل لكن والدي في أولي الأربعينات عاد من فاس ولاحظ أن هناك حملة جاءت عريضة المطالب بالاستقلال وكان هناك نشاط مكتف ضد الاستعمار الفرنسي فاختار أن يقاوم الاستعمار بطريقته الخاصة وليقيامه بإنشاء مدرسة حرة بتزكية من الملك الراحل محمد الخامس طيب الله وترى مدرسة حرة تماماً وكان هدفه من المدرسة ليس هو جني المال أو شيء من هذا القبيل كان هدفه فقط وهو المشاركة في الحركة الوطنية بكيفية عملية وفعالة إذن في الأربعينيات أسس المدرسة؟ أسس المدرسة لكن شخصياً لم أكن أعرف بمدرسة بعد ولادتي خلال الثلاثة أو أربع سنوات الأولى في السنة الرابعة أعتقد أخذوني إلى المدرسة السنة الرابعة من عمري؟ من عمري لا أزال أذكر كان جدي رحمه الله يأخذني بيدي ويقول لي ستعالى سنذهب خارجاً لنتفرج على الأشياء ونرى أشياء وأشتري لك حلويات وكذا ويسير بفي الطريق عندما أرى المدرسة أمامي أجهش بالبكاء لا أريد الدخول إلى المدرسة هذا حقاً من الأشياء الغريبة فريدز عليك المدرسة وأصيح بصياحي هذا في المرة الأولى والثانية ثم تعودت تدريجياً حتى أصبحت مندمجاً في المدرسة وهذا فتحت عيني لأرى نفسي داخل مدرستي والدي إذا أسمحتي الأسرة ما كنت أتنسى داخل الأسرة؟ والوالدة اللي طول في عمرها شنو كان تكدير؟ والدتي لا تزال على قيد الحياة أرجو لها طول العمر الآن عمرها حوالي 94 سنة بارد الله هي ازدادت في نفسي تاريخي ازدياد الحسن الثاني رحمه الله سنة 1929 فوالدتي والدها هو الفقيه المعروف كثيراً في الرباط مولايم هدي العلوي وهو كان من بين القضاة المحترمين جداً في مجلسي للسناف الشرعي بالرباط وله عدة أحكام مهمة جداً وكتشفتها فيما بعد بعد اختلافي إلى محكمة النقد غيرما مرات كتشفت تلك الأحكام التي سبقاً أصدرها في حياته المهنية وكانت له صداقات صديقه القوي جداً هو الفقي بالعربي العلوي كان صديقاً حميماً له لدرجة أنه هو يحكي لنا هذه الواقعة بأنه قبل أنه مدة طويلة من الزمن كانت في أربعينات القرن الماضي كانت الحرب العالمية الثانية على أشدها وكان الفقي بالعربي العلوي قد استدعي من طرف العاهد الراحل محمد الخامس ليترأس الوفد المغربي للحج للديار المقتسا وكان السفر أنذاك إلى الحج يتم بالبواخر فقط وكانت هناك صعوبات جدية فأعتقد أن الفقي بالعربي كان في حالة صحية غير مناسبة فاقترح على محمد الخامس أن يكون هذا الجديم للديار المهدي العالمي هو رئيس الوفد وكذلك كان فيحكي لنا ما شاهدوه وما عاشوه في تلك الفترة حقا على مستوى الحاكي كانت له قدرة هائلة في تلخيص الأحداث وبلورتها وبالتالي كان ذلك التراث يعني لا يزال أولي أخ يشتغل في هذا المجال اليوم زي العبيدي الحسيني هو بصدد وضع كتاب متكامل عن سيرة هذا الفقيه مولي المهدي العلوي الذي كانت له خصال فريد من نوعها وأتصور بأن المحيط فاشتزاد الأستاذ تجديل الحسيني أثر في بناء شخصيته من البداية كما تلاحظون والدي كان لا يرضى أن يربى ابنائه بطريقة مخالفة عما تربى فيه وبالتالي وهذا ستستغرب لها فعلا المدرسة كانت قائمة بكل عناصرها وبأقسامها من القسم الأول إلى قسم الشهادة ودعني أقول في حينه كان المرء عندما يصل إلى قسم الشهادة البتدائية ويحصل عليها وكأنه حصل على شهادة تقديرية عالية كانت بقيمة كبيرة كانت بقيمة كبيرة تصور أن بعض الفتيات كانوا في حينه عندما ينهون قسم الشهادة ويحصلون على الشهادة البتدائية ويأتي فترة الزواج يضعون الشهادة في طبق وتمشي مع جهاز عروسة كما يقال تمشي مع هالشهادة علما بأن الشهادة الابتدائية كانت تنفصل عن الالتحاق بالثانوي الامتحان كان له جزءا الامتحان السادس والالتحاق بالثانوي والشهادة الابتدائية بتابعة الشهادة التقديرية لها خصوصيتها وحتى مستوى الدراسة في المدارس الابتدائية في حينه على الأقل في المدرسة التي عشت فيها مدرسة الوالد كنا من جهة ندرس عدة مواد لا تدرس اليوم إلا في الثانويات مثل الكيميا والفيزياء والطبيعيات والتربية الوطنية الشعر الجاهلي المعلقات السبع كنا نحفظوا بعضا منها في المرحلة الابتدائية تماما وأكثر من هذا لا أزال وأذكر أنه كان على المستوى البيداغوجي يحاول أن يطبق بعض الطرق العصرية في تدريس تصوروا أننا مثلا كنا كل أسبوع لكل من التلاميذ اليوم البلوك نوت ما عرفناه إلا مؤخرا لكن منذ ذلك التاريخ كان يشتري لنا جميعا البلوك نوت ويخرجنا خارج المدرسة لنذهب إلى أماكن معينة كانت مادة الإنشاء تستطلبون وعمل الملاحظة والتبصر من طرف التلاميذ فكنا نجلس في أماكن معينة ونقلوا إما بوصفها أو نجري محاورات وندوينها أو شيء من القبيل وبالتالي حتى الملكة الإنشاء والكتابة كانت لها خصوصيتها أكثر من هذا أذكر لما بلغت القسم الثالث أو الرابع أصبحنا نشارك في ما يسمى بصحيفة المدرسة وهي صحيفة حائطية نضع فيها صور ونضع فيها حكمة اليوم ونضع فيها أخبار آخر مواهم الأخبار وكذا وننشرها في ساحة المدرسة ويقوم باقي الأطفال بالطلاع عليها ويعطونا ملاحظات وكان حقق قسم خامس هم الذين يتداولون على هذه الصحيفة إلا سمحتي أستاذ الوالد آنذاك المرحلة للحماية على كل حال وكان عنده الحس الوطني حاضر كان منخرط في إطار معين أم أنه كان يقاوم الحماية بطريقته؟ لا فعلا بطريقته كان يناظم مع الحركة الوطنية حتى على مستوى توزيع المناشير وحتى على مستوى مقاومة استعمار ولكن عندما حصل المغرب على الاستقلال في سنة 1956 لاحظت أن الأمور تغيرت وأصبح أولئك الذين كانوا يعتبرون بمثابة مناضلين يبحثون عن المناصب يبحثون عن إمكانيات الريع فنفر من ذلك الجو المقبله تداخليا ولم تعد هناك التزام بالتعهدات التي قطعوا على أنفسهم بالنسبة لكثير من القضايا وبالتالي استنكف عن العمل الحزبي ومنذ سنة 1956 وهو لا يشارك في هذه العمليات الحزبية وكتفى بمدرسته كإطار لاستمرار في التربية والتكوين لم يقتصر هذا التكوين على الدروس العادية لا أزال أذكر أنا التحق في مدرسة بعد الاستقلال أعتقد أن شاطي مع مدرسة وكبرت فيها ولاحظت مثلا أن حفلات نهاية السنة كانت تمر بشكل بديع بحيث مسرحيات فيها يعني جميع الآليات التي تدفع في المسرح من سيوف وليحة وأشياء غريبة تيضعها التلاميذ إلى آخره وهو شخصيا كان قد اقتنى أعتقد روبا من فرنسا أو من ألمانيا اقترح كان قد اقتنى أجهزة للسينما أولا سينما كبيرة من حجم 8 مم ثم سينما أعتقد صامتة كانت فقط لعرض الديابوزيتيف فيما يتعلقت بالدراسة أشياء مثلا لدى الطبيعيات كانت هذه الأجهزة تسخر في هذه العملية لكن في نهاية السنة بالإضافة إلى الحفل الجماعي كانت تعرض أفلام لا أزال أذكر هناك بالتأكيد عرفت كل من لوري لوهاردي وعرفت كذلك شرلي شابلان كان دائما يترك أفلامهما إلى نهاية الحصص في الاحتفالات وبعض الأحيان كان يأخذ بعض الأفلام بطريقته الخاصة كان يوظف أشخاص بالكاميرا ليصوروا أفلام لا أزال أذكر أن محمد الخامس كان قد جاء في زيارة إلى مكناس وكلف الشخص الذي يقوم بتصوير تلك الرحلة وكان يعرضها علينا بمناسبة الحفلات كان مبدع في الجانب التعليمي تماما كان يحاول أن يربط التعليم بالحياة العملية بشكل قوى إذا سمعت ذكرت المرحوم محمد الخامس نرجع دائما للمرحلة في الحي فين كنتوا سكنين أستاذ جديد الحسيني؟ الحي داخل المدينة الأصيلة في قلب مكناس بحيث كان إلى جوارنا كانت منزل عمة الراحل الحسن الثاني لا أزال أذكر أنها كانت قريبة منا كثيرا وكنا نعيش قريبا كذلك من المسجد المسجد الكبير كانت ليالي مثلا تراويح في رمضان شيء رائع بحيث يتبار أحسن المجودين على قراءة القرآن ولا أزال أذكر أن الحسن الثاني رحمه الله كان يأتي تباعا إلى منزل عمته التي تجاورنا وأحيانا يقضي الليلة هناك ثم يذهب إلى مسجد الكبير للصلاة في الفجر لا أزال أذكر أنه أخي ولي العهد لا عندما كان ملكا عندما أصبح ملكا عندما أصبح ملكا كان عمري آنذاك حوالي 10 أو 12 سنة كنت أذهب مع أخي كذلك في صلاة الفجر لهذا المسجد الكبير وكنا التقينا به مرة وسلمنا عليه ولا أزال أذكر أن أحد أبناء الجيران القريبين مننا كان قد تعلق به وكذا فأعطاه شيء من المال الله وفي الغد ظهرت على هذا الصبي آثار النعمة اشترى جهاز ترانزيستور كان محدود جهاز ترانزيستور وأشياء من هذا القبيل هكذا رفع دعاء مستجابة هذه الليلة على كل حال مليس الله لا هذه ذكريات تبقى راسخة في الذاكرة على كل حال كان عادي جدا أنه الملك آنذاك يزور عمته ويمشي يصليه في المسجد بدون بروتوكولات لا هو يأتي بطريقة تقريبا متنكرة ولكن الناس يدركون وجوده ثم يتوجهون إليه ثم يمروا سراعا إلى آخره فكانت الأشياء تقليدية جدا وطبيعية جدا في ذلك التاريخ قبل المدرسة كانت تجربة في المسجد الأستاذ حسيني ماذا أقول دراستنا منذ البداية ركز فيها والدي على أن نذهب تباعا إلى الكتاب وإلى المدرسة الكتاب والمدرسة وهذه كانت بسألة شاقة بالنسبة لنا على ما أذكر لأنه إنما يكون المرأ في خمس سنوات أو ست سنوات من عمره ويختلف إلى المكانين معا صعوبة مثلا بالنسبة للكتاب في الأيام التي لدينا فيها الدراسة فمدرسامة على الساعة الثامنة والنصف صباحا على ما أذكر كنا نتوجه في الساعة السابعة صباحا إلى الكتاب الذي كان قريبا من بيتنا ونشرع في محوي اللوحة وإعادة كتابتها كتابة الآيات الموالية ثم نحاول قراءتها شيئا ما وعندما تقترب الساعة الثامنة والربع ننطلق لنذهب إلى المدرسة والغريب في هذا التقليد داخل الكتاب أن هناك كانت تقوص وأشياء كالفقيه شخصا حازما إلى أبعاد الحدود يعني يتميز حتى بالغلدة في بعض الأحيان في معاملة التلاميذ وكان له قضيب من الإصفرج أو شيء من القبيل طويل عادة إذا رأى تلميذ لا يمارس الحفظ في لوحته بشكل جديد يمارس إلى تنبيه بشكل جديد يتشوي الأساء أنا ذاك بستاذ وأكثر من هذا الفقيه كان هو الذي يحدد السطور حيث يكتب التلميذ لوحته حيث الألواح الخشبية هذه كانت أولا يتم محوها وإعادتها بمادة صلصالية وكان هناك صحن كبير في وسط الطرف الخارجي من الكتاب يتم فيه إعادة غسل اللوحة هذا الصحن يسمى أعتقد الحلاب يكون فيه الماء أو يصب فيه الماء ويقوم التلميذ عادة بمحو لوحتهم وإعادة مسحها بالسلصال قبل وضعها لتجفة على أشعة الشمس أو في مكان جاف لكن في بعض الأحيان كانت جو باردا جدا وكنا نضطروا وهذا شيء ليس ليس فقط ضرار بل شيء طبيعي يقوم به التلميذة وهو التوجه بلوحاتهم إلى أقرب فرن في المكان قريب من هناك لنعطي لأصحاب الفرن أن يقوموا بجفيف لوحاتنا على نار هدئة أنت تقلب المواجه على أبناء الجيل هذا كان مميزات من مميزات المرحلة الغريب أن تلك العملية كان صاحب الفرن يرى فيها نوعا من أداء الخير أو عمل الخير وبالتالي لم يكن أحد على الإطلاق يؤدي أي مقابل لعملية جفيف اللوحة عن طريق النار في الفرن ثم نعود بها في مبادة وكما تعلمون كتابة اللوحة في حينه لم تكن لا بالأقلام العادية ولا كانت بقلم من القصب وهذا القلم القصبي يتم غمسه في مادة كذلك تسمى على ما أذكر سمق سمق تماما مادة خاصة يتم بها تضع فيها القلم القصبي ثم نقوم بالكتابة ونحاول أن نقلد خط الفقه لأن خطه كان خطا مغربيا أصيلا وكانت لدي مفارقة غريبة بين المدرسة والكتاب عندما أذهب إلى المدرسة نقرأ الفاء بنقطة فوقها عند الفقه هذه جريمة لا داعي للنقطة لا تكون النقطة في أسفل وليس فوقها في المدرسة القاف بها نقطتان في الكتاب بها نقطة واحدة وكنا دائما حائرين أين يتم الارتماء في النهاية في هذا الجانب أو ذاك ستستمر الدراسة لك كنت متميز متوسط متفوق كل التلاميذ الذين كنا ندرسوا معهم كنا نعيشوا تنافسا محموما في من يحصلوا على أفضل النقط وخاصة في بعض المواد التي كانت معروفة مثل الإنشاء وفي حفظ الشعر كنا نتبارى في حفظ الشعر وتكون ما يشبه المناظرات والغريب أن الوالد كان ينظم تقريبا في كل شهر نوع من الجلسات يأتي فيها التلاميذ الذين تخرجوا من المدرسة سنوات من قبل إما يأتي بعضهم ليدرس في المدرسة أو يأتون لإعطاء وجهات نظرهم فيما يقعوا ويكون تكون أحاديث متطورة وتكون منافسات وبالتالي لا أظن أن هناك شخصا يتميز عن الآخر وكل يتميز في ميدان أنا مثلا شخصيا كنت أتعاطى كثيرا لرسم بعض اللواحات كان عندك مهيبت الرسم؟ كنا في البداية نرسم فقط بصباغ المائية ثم ظهر لدينا بعض الرسامين الفنانين بعضهم مثلا أذكر أخ جعفر العلوي أطال الله في عمره كان هو وإخوته متميزين في اختلافهم من المدرسة في كل النواحي وكان جعفر هذا قد برز في ميدان الرسم بشكل رائع وغادر المدرسة وظل يأتي مع ذلك ليقيم معارض في المدرسة وليعرض على الوالد اللواحات التي أبدعها إلى آخره وكان والدي ينصحه دائما أن يبتعد عن رسم وجوه البشر أن يختص في الطبيعة وما إليها فكان مبدعا وكنت أحاول تقليده في كثير من الأحيان وبالتالي أصبحت أرسم حتى بالصباغ الزيتية وكانت وقفت المغيبة فيما بعد؟ عندما وصلت أعتقد إلى قسم بروفي وأصبحت الدراسة في التانوية شيئا ما معقدة لأنها جزء من اللغة الفرنسية وجزء من اللغة العربية وإضافة لمادة اللغة الأنجليزية كنت أحاول أن أبدع فيها إلى آخره أصبحت أنفلت من الرسم استريجي قصة أكثر في الدراسة مثلا عندي آخر اللواحات التي رسمتها كان عمري حوالي 13 سنة على ما أذكر إحداها موجودة هنا في هذا المكان آآ مازال محتفظ بها آآ ممتاز هي لواحة هادئة منتهى الهدوء في نهر يمر بين النخيل آآ ستأخذ إلى صورة إنشاف أكيد نطلعوا لها ولكن اللوحة الثانية كان فيها البحر هائجا إلى أبعد ما يمكن أن يتصور بل إن زورقا تقطعت أشلاؤه آآ وأصبح الغرقاء يتمسكون بقطع خشبية في مكاين أو في آخر هذا الرسم يمكن أن يدلع على شي حالة نفسية لا هو فقط فقط إبداء أردت أن أخلق المفارقة البرادوكس بين لوحة تتميز بالهدوء والاستقرار وأخرى هيجان اللح يدل في البحر وفي وضعية الغرقاء وكانت والدتي دائما لا أزل أذكر أطال الله في عمرها لا أزل أذكر أنها تأخذني على تلك اللوحة المتميزة بالغرقاء عندما أنهينا سن البكالورية وكنت أتيلي الرباط للدراسة الجامعية أخذت تلك اللوحة وكنت أريد أن أخذها معي أخذتها وكسرتها لصفين ورمت بها في إزباد طيب أستاذ الحسيني بما أنك تكلمت عن البكالورية أتوقع بأنه أنا ذاك إلا كانت الشهادة الابتدائية تساوي القيمة التي كان عندها فأعتقد البكالورية كانت ربما القيمة دي للنجاح كان سهل أنك تحصل على البكالورية؟ لا في أي سنة؟ أعتقد 67-68 67-68 لكن قبل البكالورية لا أزل أذكر أن الدراسة كانت صعبة جدا جدا منتها صعوبة خاصة في فصل الشتاء فصل الشتاء لأن المدرسة التي كنا ندرس فيها الثانوية كانت بعيدة عن قلب المدينة بحوالي سبع كيلومترات الله ولم تكن وسيلة ثانوية النهضة ثانوية النهضة ودرس فيها الكثيرون من أعرفهم الآن في الكثير من المجالات فكنا نتوجه إليها على الأقدام لم تكن هناك وسائل نقل على الإطلاق سبعات كيلومترات كنا نخرج مبكرا في السابعة والربع مثلا حتى نكون هناك في الثامنة أو الثامنة والنسبة والغريب أن الكناس يتميزوا بنوع من الطقس القاري بحيث برد شتاء قارس ولكن شمس النهار حارة إلى أبعاد الحدود فالصور أنه عندما نتوجه إلى المدرسة صباحا كنا نلاحظ أن الأماكن التي تتجمع فيها المياه تصبح كأنها سقف من الزجاج الله بالجليد سقع فكانت اللذة الكبرى لأن مر فوق ذلك السقف الزجاجي نكسره إربا إربا ونسمع أصواته في طريقنا لكن في العودة إلى البيت على الساعة الثانية عشرة كانت الشمس قوية حارة لدرجة أننا أصبنا في إصابات في أيدينا وفي آذاننا بفعل البرد الله ولا أزال أذكر أن والدتي كانت تقول إن الشتاء القاسي لا دواء له إلا أن تأكلوا هذا المربى من الصمت ما يسمى الصمت وهو مربى العنب مربى العنب أسود آه وأن تلطخوا أيديكم بمادة تكون مع الخليع آه لا أزال أذكر اسمها لا جريس لا جريس لا جريس لا جريس لا جريس كنا نلطخ بها أيدينا ونذهب إلى البرد يأكلوه ولكنتما كدهنوا بيدكم على كل حالة لحاجة أم الاختراح ولا أدكر أننا في البيت كنا دائما نعيش إشكالات بخصوص إعداد هذا المربى الذي يسمى الصمت فوالدي كان يصر على أن عملية تبخي المربى آه ينبغي أن تتم في ظروف الاحتياط الشامل حتى لا يبقى في المربى أي منصيب من الكحول آه لأنه مربى العنب ينبغي أن يتبخر تماماً يعني بالأسود يعني بالأسود يعني بالأسود مخصص للخمور أساساً في بوردو في المدهة الفرنسية فكان يقول لوالدتي ينبغي أن تتبخر الثلث ثلثان ويبقى الثلث ثلث ثلث ومرة كانت المسكينة تبادر على طبخه ومزيد من الطبخ بتعاون مع الكثير من المساعدات فتجاوز قسم الثلث عندما أطفئت النار تبين أن المربى أصبح جامداً الله وقمنا بقطعه قطعاً قطعاً نزولاً عند توصية للوالد طيب، إذن البكالورية كان صعب أنك تحصل عليها؟ البكالورية كانت بمثابة سد لا مناصم لمروره تخصوص الأدب؟ يعني تخصوص الأدب ولكن بغي أن ألاحظ شيئاً مهماً وأننا عندما بلغنا في الأقسام الأخرى كانت الأمور عادية سنة الرابعة، الثالثة، الرابعة، الخامسة إلى آخرين عندما بلغنا السنة السادسة قسم البكالورية أصبنا بمفاجأة وبصدمة لأن وجدنا أكثر من ثلثين قسم تلاميذ لم ينجحوا في البكالورية في السنة الماضية أو السنة التي قبلها أو السنوات التي قبلها فأصبنا بالدهول كل صراحة والإحباط ربما إحباط، من البداية شعرنا بنعمل إحباط بحيث هناك من استمر في قسم البكالورية مدة سبع سنوات أو ست سنوات وهو يعيد السنة وكان بعض الطلبة أو التلاميذ أصدقاء أولئك الذين فازوا قبلهم بالبكالورية قبل سنتين أو ثلاث سنوات وعادوا إلى أمكانات يزورونهم كانوا يحكونا لعي الجامعة وما تنتظرك من تحديات إذا تمكنتم من النجاح إذا تمكنتم من كذا وزاد من إحباطنا أن مرة جاء أحد المفتشين من وزارة التربية الوطنية وكان لدينا أستاذ فلسفة لست أدري ما وقع بينه وبينه من شجار أو شيء من هذا القبيل فتوجه نحونا يقول إذا استمرتم في هذه الطريقة التي بها يتم كذا هناك من كرسنا عدة مرات لا أمل لكم في المستقبل اذهبوا بحثوا عن أعمال أخرى ومشتغلوا بمهن حرة وأشياء تعاليكم الأمل ولكن الحمد لله أن الأمل كان دائما أنا لا كنت أتصور أنني سأنجح في البكارورية في تلك السنة أكتش تيق في رأسك؟ نعم كنت أصغر واحد في القسم يعني أخي الذي يفوقني كذلك حوالي سنتين كان هو الآخر يدرس معي في نفس القسم كنا أنويان سير في نفس المصار فلم أكن أهتم قضينا الامتحان وامتحان يصحح في الرباط وليس في الكلاس وبعد يما يصحح تعطى النتائج أعتقد حينها في ثانوية عمر الخيام في الرباط نعم ونحن كنا دؤوبين على التوجه إلى الرباط لقضاء العطلة الصيفية في منزل جدي مليمهدي العلاوي أيه فذهبنا فعلا في العطلة ونحن ننتظر نتائج البكالورية ولم نكن نعطيها أهمية قد لا ننجح هذا شيء مؤكد السيثناء السيثناء وأنك نجح وفعلا كذلك كان لأنه كنا في شاطئ البحر كنا نتوجه إلى شاطئ البحر من مدينة الرباط نقضي فيه اليوم وعشية عند الرجوع مرنا إلى ثانوية عمر الخيام لنرى هل النتيجة قد أعلنت وكانت فعلا قد أعلنت في وسط النهار وصلنا إلى ثانوية عمر الخيام وهي خاوية على أوروشيا لا أحد وحتى النتيجة معلنة في لائحة داخل المدرسة وبينها الحديد لا أحد فظلنا نطل من خلال الحديد نكتشف الأسماء الموجودة في هذه اللائحة اكتشفت اسمك فاسمي مكتوب محمد تاج الدين الحسيني فظهرت لي كلمة الحسيني تخرج من مكاني معين فيه اهان الاسم طاويل سبارك الله فجلست على الطوار وأنا أفكر رأيت اسمي ولم أرى اسم أخي من الذي حصل من الذي كده فعرفت فيما بعد أنني فعلا نجحت والآخ ما توفقش مرة أخرى توفق فيما بعد في دورة سبتمبر حصل على الباكر وفي هذه الدورة الأولى لا أزال أذكر أن عدد المرشحين لدينا الذين اجتازوا الامتحان كانوا حوالي سبعمائة شخص سبعمائة شخص وكان عدد الناجحين بالضبط واحد وخمسون الله أكبر واحد وخمسين من أصل سبعمائة شخص وفي الدورة الثانية لم نكن أنا لك في الرباط كنا قد عدنا إلى مكناس وكان مدير المدرسة هو الذي ينتظر النتائج عن طريق الهاتف من الرباط والجمع مكتد والناس تنتظر وكان قد ذكر من بين الناجحين اسم أخي الله فتعانقنا وشعرنا بنوع من الفرحة التي لا حد لها وطبعا البكالورية ستفتح المجال للدراسة الجامعية ستتكلمون فيها حديث رمضاني مع تجدين الحسيني إذا نواصل للحديث الرمضاني في ضيافة الأستاذ محمد تجدين الحسيني في الجزء الأول وقفنا عند مرحلة الحصول على البكالورية طبيعي جدا المرحلة الموالية هي الجامعة والجامعة غريبا الانتقال من مكناس إلى الرباط صحيح أنا ذاك مكنش جامعة أعتقد في مكناس لا تكون لك جامعة كانت طرع الجامعة كان موجود في فاس في فاس لدراسات الأدب العربي بينما أقسام أخرى تهم الفلسفة وتهم الطاريخ وتهم مواد أخرى تخصوصية لدينا بعض الطلبة الذين التحقوا حينها بكل يستيب مثلا يستيب لن تكون تميز بينما أن يحصل على البكالورية العلمية أو الأدبية أو المختلطة أنا ذاك مكانش مشكل نعم مكانش مشكل كان يمكن للطلبة أن يختاروا أي مجال للتوجه إليه بل كان الكثير من الطلبة يلحون على أن يلتحقوا بالمدرسة العليا للأساتذة لأن كانت فيها دراسة في الكلية ولكن في نفس الوقت الالتزام مع الدولة من أجل التدريس من أجل التدريس وكان جميع وأغلبية الأشخاص يظنون أن أحسن شيء يمكن أن يعملوا فيه هو ميدان التدريس فيما بعد وخاصة أن بها كانت أجرة جيدة لابسة بها في ذلك تاريخ 500 درهم شهريا لم تكن بالشيء القليل أجرت موظف في منصب آخر أنت خارتي تخصوص بسهولة؟ كان عندك ميول قبل أنا دائما منذ كنت كصبي وأنا أطمح إلى أن أشتغي في ميدان ديبلوماسي ولذلك كنت في البداية مترددا كنت أريد البقاء مع أخي في نفسي التوجه كان وقد اختار شعبة التاريخ والجغرافية واقترح علي أن أخذ شعبة الفلسفة لكنني في النهاية توجهت نحو كلية الحقوق كلية الحقوق لسبب بسيط وأن في شعبة يضطف إلى شعبة القانون الخاص هناك شعبة العلوم السياسية وبها تدرس بكيفية عميقة قضايا القانون الدولي والعلاقات الدولية والنظيم الدولي إذن الباب ديالك لنحو العمل الديبلوماسي قلتي هو دراسة العلوم السياسية والقانون فتوجهت فعلا إلى كلية الحقوق وسحبت الملف وقمت بملء البيانات ولكن تبين لي أنه سيكون من المستحيل أن أحصل على المنحة لأنه كانت المنحة في حينه تقريبا مبلغ أقل من نصف ما يحصل عليه الطلبات المدرسة العليا الأساسدة كانت حوالي مئتي درهم في الشهر ولكنها بالنسبة لي طالب في بدايتي كانت مبلغ مهم كانت مبلغ مهم أنا ذاك شعر في عمل وشخديتي الباكالوريا؟ خديت الباكالوريا حوالي 16 سنة 16 سنة؟ بداية 17 سنة دخلت إلى الجامعة وأنهيت الإجازة قبل أن أتم سنة العشرين 19 سنة وثمان شهور أو شيء ما لكي أخذت الإجازة؟ الإجازة في الحقوق لأن الإجازة كانت حينها ليست أربع سنوات كما أصبحت فيها ثلاث سنوات ثلاث سنوات إنت أخذتي الباكالوريا في سن صغير فبالتالي قبل عشرين سنة أخذت الإجازة نرجع لهذا الأمر إذا أختارت القانون ولكن كان صعب أنك تأخذ المنحة من الصعوبة بمكان لدرجة أن جدي رحمه الله من المهدي العلوي كان يعرف أحد الشخصيات المرموقة في الرباط وأنا قد بدأت الدراسة وطلبته في أن فاتصل بهذا الشخص وقال لي اذهب إليه وسيعمل جهدا أنت الآن طالب جئت من بلد بعيد فتحصل على الملحة إن شاء الله فتوجهت إليه من أذكره الآن فهو من ضلات الآن محمد الله عليه توجهت إليه وقلت له كذا كذا قال لي ملي المهدي العلوي رجل نقتره كثيرا وكذا وكذا وقلت له كيف يمكن أن نحص على الملحة قال لي يا بني لا تعوّل على هذه الملحة إن بغي أن تكون إما لديك شهادة ضعف أو تكون لك شهادة أخرى فقلت له أنا أتيتك قال لي لا لا إمكانية لذلك فغادرته متشائما لأكتشف في الكلية معنا أن أبناء وبناء شخصيات من مستوى الرفيع ومع ذلك يحصلون على الملحة بل ابن ذلك شخص نفسه وهو من أعيان المدينة وكبارها كان يحصل على ذلك على ابنه وفكرت في لحظة في أن أعود إليه لمواجهته لأقول له هل ابنك يتوفر على شهادة شهادة ضعف لكن عنده شهادة أخرى لكنني افتعدت عن الموضوع لمسيانه وقضيت دراسة الجامعية كلها بدون منها بدون منها إلى أن حصلت على الإجازة وفعلا في الدراسة آنذاك سواء كنت أخذ لي مجتيف المجتمع الرباطي بشكل سهل؟ لا لأننا نعيش في المجتمع الرباطي قبل ذلك بما لا هو ما علي بحكم العائلة كلها موجودة في الرباط قبل أن نأتيها نحن من الناس فكنا نلتقي في كل العطال المدرسية وكان هناك اندماج بيننا إذا لم يلقى ليش نفسك غريب في الرباط؟ لا أبدا نهائيا والغريب في هذه المرحلة الجامعية أن الجامعة كانت في بدايتها الأولى في الحقيقة لا أزال أذكر في قولية الحقوق سواء في القسم العربي أو في القسم الفرنسي كنت أختلف إليهما معا أنه في القسم الفرنسي كان جهابي ذات القانون يدرسون هناك أعتقد أن ميسيو فو هو زوجته مادام فو كان من المدرسين الممتازين أذكر كذلك دوكرو الذي كان متخصصا لا مثيل له في القانون العقاري بحيث كان أستاذا جامعيا بكلية الحقوق وكان في نفس الوقت يمارس المحامات في الرباط بالقسم العربي أذكر أن شخصيات بارزة كانت تدرس عندنا في الكلية كان مثلا عبد الله إبراهيم رئيس أول حكومة مغربية كان يدرس كان أستاذا جامعا المرحوم علال الفاسي كذلك كان يدرس مواد الدينية المرحوم الناصري الشيخ الناصري كان كذلك يدرس هنا في الكلية بالإضافة إلى هؤلاء كانت شخصيات من الشرق العربي قد أتت للمغرب إما كلاجئين سياسيين أو شيء من هذا القبيل أذكر مثلا الدكتور مصطفى البارودي أول من ألف كتابا عن قانون دستوري في المغرب ولا يزال لديها الكتاب يعني حقا مفخرة ذلك الكتاب طريقة كتابته للقانون وحتى طريقة محاضراته يعني كان البعض يقولون هذا يتخيل نفسه في ساحة شهداء بدمشق أن يفيض به الجو ويدهب في أشياء بعيدة عن مجال الدراسة كان وزير الإعلام في سوريا وزير الإعلام في سوريا وكان لدينا في أعتقد أو أذكر في قانون المدني كان يدرسنا مأمول الكوزباري مأمول الكوزباري الذي كان رئيسا للحكومة في سوريا إذن شخصيات كبيرة شخصيات كبيرة حقا أتوقع أن المجايلين في الدراسة يكونوا الآن شخصيات معروفة ماذا من الأسماء التي تذكر التي جاهلتها آنذاك في الجامعة؟ كثير كثير ربما أذكر كثيرا أولئك الذين درستهم أكثر من الذين نرجع للمرحلة التي درستهم مباشرة بعدما أنهيت الإجازة حاولت فعلا كما يفعل الكثير لم تكن لدي محا كنت أريد أن أتابع الدراسة العليا ولكن في ذلك الحين كان الجميع يبحثوا عن عمل مباشرة بعد التخرج وهي نفس الخطة التي يتبع الشباب حتى اليوم الشباب اليوم يحاولون أن يشتغلوا فترة من الزمن ثم يعودوا لتحضير الماستر وشيء من هذا القبيل وهذه أعتقد فكرة في محلها لأنها لا تدعك فقط في ذلك البرج النظري البعيد عن الواقع كلما تم الاحتكاك بالواقع إلا أعطاك فرصة أكثر لتكون أفضل في مجالك العلمي النظري فيما بعد نعم إلى الرجع للمرحلة الجامعة أعتقد أنت في نهاية الستينات و بداية السبعينات نهاية الستينات و بداية السبعينات أنهيت إجازتي أعتقدت في سنة 71 71 و كانت تخيلوا كيف كان المغرب آنذاك و كانت ظن بأن الجامعة كانت فضاء كبير للنقاش الجامعة كانت غيبانة بقيت بعيد على النشاط الطلابي السياسي أم الخرطي لم أنخرط بكيفية فعلية ولكن كنت أعيش ذلك المناخ وتلك الأوضاع أقول هذا لأنه كنت أختلف إلى المطعم الجامعي و نرى كيف تكون الإضرابات و كيف يكون تقادف بالمواد صحون و الكؤوس و غيرها لأن الفرق التي كانت موجودة أعتقد كان هناك الاتحاد العام لطلبات المغرب و لا أزال أذكر محمد الوفاوة و كذلك يصل و يجول كان في هذه المرحلة في الجامعة و كان الفريق الاتحادي الذين كانوا يقولون أن الاتحادين هذين ليسوا اتحاديين هذين انفصاليين و ليسوا اتحاديين كانوا كذلك لهم نوع من الهيمنة كان ما يسمى البرزيديوم الذي كان يترأسه عدة أصدقاء لي لا أزال أذكر أني لقيتهم في المحامات بما بعد بما فيه مثلا مستاذ جوهري هذا الذي كان كذلك غائباً و أصبح اليوم كان قد حكم عليه بالإعدام ثم عاد إلى المغرب بعد العافو بعدما انتكر اسم ذاعه عدة أشخاص كانوا يحركون هذه العملية بالقوة و كان عملية صراع صراع مع القوة العمومية في الخارج صراع بين طوائف الطلبة في داخل الجامعة من هم يقول حرم الجامعين بغير يحترم من هم يؤجز الصراع داخل الحرم الجامعي وبالتالي كانت مرحلة عصيبة فعلاً في حياة الجامعة ولكن من خرطيش بقيت ترقب على المغرب لا كنت كملاحظة تابعها من بعيد و أقول من الأفضل أن يكبّل إنسانه على الدراسة أفضل و كنت أحاول أن أنوّع مجالاتي الدراسة مثلاً في نفس الحين كنت اتقلت إلى دراسة مثلاً الأنجليزية بقوة و حصلت خلال تلك السنوات أعتقد من المركز الأمريكي مرة و أخرى من الإنجليزية على شهادة الأمريكي و الأمريكي و الأمريكي إذن كم تركيزك على الدراسة و التكوين؟ الدراسة و التكوين و شيء إما من الرياضة الرياضة كانت تشكي جزء مهم في التدخلات الجامعية كنت أحاول منذ ذلك التاريخ أن أنخريط في نوادي التنس و شرعت فعلاً في سنة عشرين سنة قريباً كنت ألعب التنس مع التخرج كنت ألعب التنس في أحد نادي الرياض في الريباط أه أنا ذاك إذن إلى غاية سبعين قد حصل على الإجازة تخصص العلوم السياسية العلوم السياسية و أتوقع بما أنه الشاب الحسيني كان طموحه هو أنه يكون في العمل الديبلوماسي نفس هذا العلوم أتوقع أنه يطرق الباب ديال المصالح أول ما قمت به و أول توجه إلى وزارة الخارجية و أول مجال أريد أن ألتحق ولو كمتدرب لم أقل أن ألتحق كموظف ولو كمتدرب أريد أن ألتحق قالوا إن لدينا مباريات يتم إجراؤها وسنسدعيك عند المباراة المقبلة فأعطيتهم الوثائق أطلوا عليها فقال لا 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 إن بغي أن تصبر قليلاً حوالي سنة ونصف لأنك لا تتوفر على السن القانوني كان سن الرشد أندك في المغرب هو 21 سنة سن الرشد 21 سنة قبل 21 سنة تقاصر كان علي أن أتظر أكثر من سنة لإمكانيتي العمل أو الإندماج في خارجية فقلت في نفسي يجب في جميع الأحوال أن أجد عملاً الآن سابق بالإحباط هذا الأمر؟ شيئ ما أما استغربت ما كنت أنتظر مثل هذه النتيجة فتوجهت إلى وزارة الداخلية من الخارجية من الخارجية للداخلية بعض زملائي أخبروني بأن هناك الآن محلاً أو معهداً في القنيطرة يتخصص في تكوين رجال السلطة وعندما تتخرج بعد قضاء مدة معينة وأن تتحصل على الإيجادة بطبيعة الحال يكون لك منصب قائد ممتاز إذا سير حسيني كان ممكن يكون قائد ممتاز ففكرت في نفسي أقول على كل حال إذا كان هناك شيء آخر سيكون أفضل لي ربما فعلمت أن مهنة المحامات هي الأخرى إذا غدت النظر على لا ليس كذلك سأحكي لك ما حصل فذهبت لأبحث عن إمكاني التسجل في مهنة المحامات وكنت أعلم في الماضي أن الإجازة بمفردها كافية للانخراط في المحامات لكنني عندما توجهت إلى نقابة المحامين وطرحت الموضوع قالوا لا هناك نظام جديد تم إقراره وهو حتمية المرور بامتحان الأهلية امتحان الأهلية لدخول المهنة وعدم الحصول على الشهادة في هذه الشهادة الأهلية لا يمكن انخراط في المهنة فأصبت فعلا بنعمل إحباط لا ليس لهذا السبب فقط لسبب آخر هو أن امتحان الأهلية يركز أساساً على المواد التي درسها طلبة القانون الخاص في الجامعة بينما أنا كنت أدرس في القانون العام والعلم السياسية وبالتالي هم لا يهتمون بكل هذه المواد الأخرى قانون الدول العام، علم السياسة، الدبلوماسية إلى آخر ذلك من المواد فحقاً أصبت بنوع من الإحباط لكن ما حفزني على عدم التراجع هو أن امتحان الأهلية سيجري بعد حوالي شهرين بعد حوالي شهرين عندك الإمكانية للاستعداد فقلت في نفسي من بابي الاحتياط لأقوم بتسجين في وزارة الداخلية حتى إذا فشلت في هذا المجال وجدت مجالاً آخر وعوضوا به ولو مؤقتاً أرجعت إلى الداخلية سجنتي؟ فأدليت بملفي وكنت أنتظر فأرسلوا إلي برقية مستعجلة ذهبت إلى هناك أعتقد من كان في قسم الولاة رئيس قولدر أعتقد كان دريس البصري وزير الداخلية السابق أنا ذاك كان مسؤولاً في وزارة الداخلية أعتقد وأوجه إلي بأن عقد الإزدياد الذي أدليت به ربما مزوار فأدلي الملف مباشرة؟ ربما هو الذي قال لي أو شخص معه أو شيء من القبيل قال لي إن هذه الوثيقة مزورة عقل إزدياد عقل إزدياد مزورة فقلت له ما السبب؟ قال لي ليس لدينا أجاند التوقيتي كي سيندو ستفاصل أن التوقيع الذي كان على شهاد العقل إزدياد عبارة عن ثلاثة أو اسم قلوبة أو شيء من هذا القبيل ليس به أي تعقيد أو شيء من هذا القبيل فقال لي ليس لدينا رجال سلطة يوقعون بهذه الطريقة وبالتالي غير هذه الورقة وأنت لا تزال شاب لن نتابعك ولن نفعل أي شيء في حقك فأخذت كل أوراقي وقلت للكاتبة في مكتبها لن أرجع إليكم كيفما كانت الضرف طويت الصفحة طويت الصفحة حينها ولكن ماذا فعلت بالمقابل كان لدينا لدى والدي آلة تسجيل قديمة وبها سماعتان كبيرتان هذه الآلة تسجيل كانت لدي أشرطة حوالي خمسين شرطة كانت فيها أم كلتوم وعدة أغاني وعدة تسجيلات قرآنية فأخذت منها مجموعة كبيرة وذهبت عند رفاقي الذين كانوا معي في الجدع المشترك للجامعة وهم يدرسون في القانون الخاص وأخذت منهم كل كتبهم في مواد القانون الخاص وأخذت بعض الجدادات يكونوا بيلي فيش وشارعت ألخص كل فصل وكل بند في القانون العقاري في القانون الجناء الخاص في القانون الجناء العام كل المواد التي لم ندرسها وكانت دونها استعداداً لمباراة الأهلية أعددت تلك الجدادات حوالي 80 أو 100 جدادة وقمت بتسجيل ملخصاتها جميعاً في تلك الأشريطة وأصبحوا بها وأبيتوا بها وأصبحوا بها صباحاً مساء طريقة متميزة في المراجعة وبالتالي كانت النتيجة طيبة عند اجتيازي الامتحان الهلية إذن اجتيازي الامتحان بنجاح عند المرحوم محمد ميكو الذي كان في حينه هو مدير الشؤول المدنية في وزارة العدل هو الذي كان رئيس الجنة رئيس الجنة لامتحان ومر الامتحان بسلام وكانت النتيجة إيجابية وعندها التحقت بمهنة المحامد أول خطوة في ميدان المحامد توقع أن يكون عمرك أن هذا عندما انتظرت بضعة أشهر حتى أكمل العشرين سنة وعندما ختمت العشرين سنة كما تلاحظون بالنسبة لمهنة المحامد في ذلك التاريخ وأنا اكتشفت هذه القضية عندما كنت أحضر للمباراة درست في الجريدة الرسمية نص القانون المنطم لمهنة المحامد فوجدت أن فيه عشرين سنة إذا لم تكن اعتراض عليك في هذا المستوى؟ لا في الوقت اللي عندما قمت بإعداد ملف توجهت إلى الهيئة وقمت بتجيل وعين لي نقيب المحامين كان المرحوم دريس المراكشي ونقيب هيئة المحامين في حينه عين لي الأستاذ محمد بو زبع الذي أصبح فيما بعد وزير العدل كمقرر ليبت في ملف فتوجهت إلى مكتبه كان ذلك في أوائل السبعينات وكانت أحداث صخيرات جديدة وذهبت إلى مكتبه فاستقبلني على مضاد بو سرعة وطلعنا ملف قال لي يا بني عليك أن تنتظر فليس لديك سن 21 سنة فقلت له لا قانون من ضمن المهنة يقول 20 سنة كاملة وقد كتبت بالحروف والأرقام فقال لا دعك من هذا هذا ليس هو ما يهمنا ما يهمنا هو أن هذه المهنة منظمة ولا يمكن للشخص لم يصل 21 سنة أن يمارس فيها فأصرت في ذلك فقال لي طيب أنت تريد أن تكون محامي عليك أن تحكم المنطق فقلت له طيب ما هو المنطق قال لي المنطق هو أنك عندما تليج هذه المهنة سيسند إليك بالضرورة ملف في إطار المساعدة القضائية فقلت له طيب وماذا بعد قال لي إذا أسند إليك من في مساعدة القضائية ستتحمل مسؤوليته وتنوب فيها عن أشخاص وتدافع عنهم طبعا قلت وماذا بعد قال لي هل يعقل في رأيك أمن شخص قاصرا يتولى النيابة عن شخص راشد فقلت له لا قال إذا المهنة لا كان ذكيا جدا غريب جدا أنه وصلتي إلى مستوى أهلية لممارسة المحامات قبل ما تسهلي عشرين سنة وش كنت عادية أو كنت استثناء في ذلك المرحلة لا مسألة وربما لأنها قضية من الأساسيات ترتبيل بمدرسة البتدائية والتحقت بمدرسة البتدائية مبكرة مثل الأربع سنوات ست سنوات البتدائية عشر سنوات ست سنوات في التانوي ستاشر سنة أربحتي سنوات من فعلا عدت توا إلى المنزل أبحث عن جريدة رسمية ووجدتها بالفعل وقرأتها مجددا وأخدت النسخة الأصلية وعدت بها إلى سيد محمد بوزبع إلى مكتبه كان مكتبه لا يزال في منطقة بلاس بيتري بمدينة الرباط وكنت أستقل دراجة النارية وضعت دراجتي جانبا وتوجهت إلى مكتبي فإذا أجده قد خرج وهو يقف على الرصيف وكان ذلك أعتقد يترافع في طبيعة أحدة الصغيرات تماما وجدته بالباب رفقة نقيب المحامين السابق الأستاذ البحمدي رحمه الله رحمه الله يتحدثني معا فدخلت بينهما بقوة وقلت له أستاذ محمد بوزبع فأول فضدر إليه ومحمد بحمدي قالي نحن نعد نفتنان نذهب إلى الصغيرات قنيطرة لمحاكمة مرتكبي أفعال بالصغيرات أو أي شيء خبير فقلت له هذه 21 سنة 20 سنة كتوبة في الله فظل ينظر إليها كده حتى ضوء قندي للطريق ويقول ربما يكون خطأ مطبعي فقلت له لا كل النساخ الجراء يدرس فيها هكذا فقال لي إذن نعود من قنيطرة غدا أو بعد غد والتاحق به ومنذ ذلك في التاريخ نبتت بيننا علاقة صداقة قوية خاصة أنني اكتشفت أنه كان قد درس في مدرستي والدي في مكناس قبلي بعدة سنين آه صدفة عجيب يعني حقا هو استغرب من ذلك عندما اكتشف الأمر وأنا كذلك وظلت بيننا علاقة الصداقة قوية حتى عندما أصبح وزير العدل كانت هذه العلاقة قوية دائما رحمه الله رحمه الله فتنه إذن ستبدأ الممارسة مهنة المحامات ولي داخلي دهشة على ما يبدو ولكن وليس هناك من يقول مهنة المحامات هي مهنة الأتعاب ولكنها مهنة المتاعب كذلك مهنة المتاعب مهنة صعبة لكن دعني أقول شيئا بين قوسين وأنه إذا كانت هناك مدرسة أو جامعة تتلمثت فيها ووجدت نفسي حقا في خضم لا حدود له فهو مهنة المحامات لسبب بسيط هو أن أي ملف تفتحه وتمارس فيه العمل إلا وتمارس هذه المهمة بكامل جوارحك وبكثير من التأطر وبكثير من البحث وكثير من لدرجة أنك تصبح كل ملف يشكل أرشيفا في الداكرة تستطيع التعامل معه في كل واقتنواحين دون ما حاجة إلي الترقيم أو البحث أو شيء من القبيل لا أزال أذكر أنه منذ البداية الأولى فأطى المساعدة القضائية وقبل أن تكون الذي يحتمل في ملفات شخصية كان نقيب المحامين قد أثند إلي ملفا من أغرب الملفات رجل ارتكب جريمة قتل منذ أوائل السيتينات يعني 64 أو 63 ونحن في بداية السبعينيات فارتكبت كالجريمة وقام بتقطيع جثة القتيل عدة أجزاء وصاغها في أوراق وأشياء من القبيل ورمى كل قطعة في منطقة بعيدة عن الأخرى في مدينة؟ في مدينة الرباط في مدينة الرباط وسلاة بين سلاة والرباط والزعاء هذه الأجزاء وطلب النقد ضد ذلك الحكم الذي صدر ضده بالإعدام هذا شيء طلبه أتقل في سنة 65 أو 66 وظل في غياه بالسجن إلى سنة 72 عندما عرض بلفو على النقد ونقض الحكم لأسباب شكلية فقط نقض الحكم لأسباب شكلية وأحيل من جديد على محكمة الجناية وليس له محامين فعينت في إطالة مساعدة القضائية كان من اللفة الأولى من بين اللفة الأولى التي حضرت فيها وأصبت حقا بنوع من صدمة خاصة عندما قمت بزيارته في السجن لأستمع إليه وكان السجن ليس بالسجن العادي كما هي السجن اليوم سجن العلو كان يضرب به المتر في وضعيته وفي برودة جدرانه وهو في نوعية الفئران التي تمر فيه وحتى مكتب المحامي عندما تجلس يعني طاولة متلاشية وكراسي غريبة فجلست معه وأتحدث وهو يعيش في عالم آخر لأنه ظل معزون عن البشر مدة ست سنوات أو سبع سنوات كان شاب في المتقدم ما رجل يفوق سنه الأربعين أو الخمسة وأربعين منها وحقا قلت في نفسي هذا الرجل ربما قد يكون مصاب بنوع من العتة أو المراض العقلي بالتالي أرتكب هذه الجنمة وما لا يدري ما يفعل فذهبت لأوراة في عالم الف كانت وسيلتي الوحيدة أن أقول إنه مصاب بجنون إن بغي أن يعرض على طبيبي للأمراض العقلية لفحص الحالة لكن المحكمة عندما شرعت في استنطاقه وأخذ الأشياء بالتفاصيل تبين لها أنه يعرف ما يقول في نهاية المطاف خاصة وأن الجريمة عندما ارتكبت لم يجد أحد أي وسيلة باكتشافها الوسيلة الوحيدة هي قطع الورق التي لفت بها أجزاء الجتة وجدوا أن تلك القطع هي مأخودة من أوراق إحدى المدارس المعروفة في الرباط أعتقد تانوية للعشاء أو شيء من القبيل فذهبوا عند حارس اندرسة واصنطقوه بكل الوسائل ليعرفوا أنه يبيع ذلك الأوراق في نهاية السنة لشخص يبيع الأشياء ما يسمى بالفواكيل جفة في مدينة سلا فذهبوا عند هذا الشخص واكتشفوا أن شخص آخر يزوره حصل منه على كمية من الأوراق عندما اعتقلوه مباشرة اعترف بمفاعل بالجريمة فهذه جعلت في ذاكرة نوعا من الوشم القوي بالنسبة لصعوبة المهنة وتداعيتها خاصة عندما أكد في حق الرجل حكم الإعدام السابق وكان سينفت ذاك الحكم بعد حوالي شهرين أو ثلاث أشهر حتى أتني ذات يوم دركي برسالة من أجل أن أحضر لجلسة الإعدام الله أكبر لكنني اعتذرت وتسببت بأنني في حالة مرض لن أستطيع الحضور كل صراحة لم أستطيع أن أحضر مثل هذه الجلسة ولم أفعل ذلك فعلا الله أكبر فالبداية منذ البداية كانت قاسية المهنة كانت قاسية بفعلا خاصة أننا كنا في إطار التمرين مدعوين إلى الانتقال إلى مدن بعيدة محكمة الإقليمية بالرباط كانت تشمل في آن واحد إقليم القنيطرة ووزان وسقلاربع وسيد سليمان طاقة جاسعة تيفلت والخميسات وبن سليمان ودن عديدة وكنت قد اشتريت في بداية ممارسة المهنة سيارة جديدة أعتقد فياط 128 حينها كان جميلة وبيطاء وكنت أتنقل بها لحضور المحاكمات والمدفات في هذه الأماكن البعيدة لا أذل أذكر مرة ذهبت إلى محكمة ابتدائية أو مركز القاضي في وزان وعندما نزلت من السيارة اكتشفت أنني الوحيد الذي يضع بدلة عصرية كل الحضور بجوار المحكمة وفي داخلها يلبسون الجلابيب ما يسمى جلبت الحباء وانت منها البيضاء ويتحدثون بشكل غريب حتى في أسلوبهم تعاملهم والمرأة يعتبرونها شيئا محرم لا يمكن أن يدخل إلى مكان أو يفعل شيئا محكمة بحيث في حين أن تكون نساء تمارس القضاء في بداية الأولى في أوائز لا أعزال أذكر أن شخصا في الرباط وهذه جلسة كنت أحضر فيها وهو أتى من البادية من مكان بعيد أعتقد في المحكمة الإقليمية وكان جلسة بحث وكانت القاضية هي التي ترأس الجلسة فكان من البعيد ويقول لأصحابه والذين معاه يقول لهم ترضاوا أن مرأسكم عليكم واتجه صوبا إلى خصبه ليقبل رأسه وليعادخها ويتصالحها ويغادر المعتمد منها هذه الأشياء غريبة تحدثوا أمامنا لا أزلوا تعيشوا في ذاكرة هل تحسى مرة المفترضية للتمرين؟ التمرين فقط ثلاث سنوات ثلاث سنوات إذن طبيعي من بعد من بعد فتحت المكتب مباشرة في مدينة الرباط كيف عندك قصة في فتح المكتب السيد الحسيني؟ ليست حقا قصة ولكن سوء تفاهم كان مع محاميين يوجدان معي في نفسي تلك العمارة كان الله يرحمه السيد محمد ابو السيدة الله يشافه إستيعباس الفاسي أمين يا رب لا أزلوا أذكر وحقا عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم كنا شرعنا في ذلك المكتب بجهيزه وتبليطه ممكن بالضبط إلى ممكن ذكروا الناس دربات؟ شارع على المعبد الله شارع على المعبد الله مقاوم معروف الذي حاول أن يغتال دمية لاستعمار ابن عرفة إذن لقيت مكان قلنا نكسب طبق الثاني فحصلنا على كل تصاريح والإشياء الضرورية وقمنا ببداية الإصلاحات كنا قد اتقينا أولا المحامي الشريك الآخر تذكرنا معه فقال نحن مرحبا بكم لا مشكلة إلى آخره لكن ذات يوم سيدعوني سيمحان بوستري زيارة مكتبه جاءني شخص من مكتبه وقال لي أستاذ النقيب يدعوك لتذكر معك فتوجهت إليه فقال لي بكل أداب وبكل احترام لقد جئتم إلى هذا المكان دون أن تطلبوا إذن مننا وكما تعلمون نحن نقيم في هذه العمارة وكذا وبالتالي يبحثوا لكم عن مكان آخر أرض الله واسعة فقلت له أستاذ النقيب المفهم وأنه ممكن يكون جوج مكاتب محاما في ميناء وكأنه نعمل منافسة لغير المشروع أو شامل قبيل هذه العقليات الآن تبدلت ولكن الكل كان ربما يعيش بهذه العقلية في حينه لا أواخد ناستي محمد بوست شخصيا فيما ذهب إليه ولكن ربما العقلية كانت هي المسيطرة في حينه فقلت له أنا شخصيا قرأت قانون المحامات وقرأت القانون الداخلي ولا أرى أن هناك شيء يمنع محاميا من أن يوجد في عمارة بالعكس هذا سيكون مصدر تعاون بيننا ومصدر التآلف وكذا فقال لي وليس مكتب كبير بحضور سعبس الفاسي أي تمام نداه فيما بعد فرفع يديه نحوه فقال إن القوانين الذين لدينا هنا تؤكد هذه الأشياء وتضبطها فقلت أنا شخصيا لا أعلم إلا قانون المهنة وقانون داخلي للمهنة فخير لي أن أغادر هذه المهنة ولن أعود إليها وما استسلمتيش فغادرت مكتبه وتوجهت إلى مكتبي وقلت لشركة في مكتب هاي المشكلة قد لي هل ننتقل إلى مكان آخر قلت أنا هدى أننا سننهي علاقتنا بهذه المهنة وبقي الأمور على ما إليه وجهت فعلا شكاية لهيئة المحامين وصدر قراري دعونا إلى إعلاق المكتب لكنني لا أزال أذكر أنه في النهاية تبدلت الأمور إلى شيء آخر لا أزال أذكر مرة كنت أصعد السلم أدراج إلى مكتبي فإذا بسي محمد بست قادم من مكتبه ينزل من مكتبه فنظر إلي وقال لي بهذه العبارة تبارك الله عليك لقد تفرجت على ما قلت في التلفزيون بشأني كذا وكذا وكذا وهكذا يكون الرجال وإلا فلا كذا ومنذ ذلك الحين صارت بيننا علاقة صداقة قوية بدرجة أنه في تاريخه اللاحق كان قد زوج إحدى بناته وأرسل لي دعوة رسمية للحضور حفل العرص في منزله الشخصي الله يرحمه فضماني وفعلا سيمحان بستانا شخصي أفتخر به بكل تقدير وكل تمييز بالنسبة لشخصيته القوية وقدرته على الفهم السريع لخبايا الأمور أنه حتى بعدما كان وزير الخارجية لا أزل أذكر أننا عندما أثناء الأساسة مهمة وهي منتدى 21 للحوار والتنمية لا أزل أذكر أننا دعوناه كعضو شرفي وكان كذلك وكنت أنا شخصيا سأترأس بداية أشغال تلك الندوة حول قضية الصحراء المغربية لكن في نفسي التاريخ هذا ربما أعتقد في سنوات ألفين وشي حاجة كنت قد شاركت في رأس لجنة انتقاء رؤساء الجامعات وكانت تلك أول مبادرة في المغرب لتقوم الجنة المعينة بهذا الاختيار وفعلا طلب منا أن ننتقل في نفسي ذلك اليوم الذي ستعقد فيه تلك الندوة إلى مدينة أقادير لنستقبل من طرف صاحب الجلالة ونقدم له نتائج أعمالنا فتوجهت إلى سيمحمد بستة وقلت له أرجوك ثم أرجوك أن تكون أنت رئيس الجلسة وفعلا ترأس الجلسة أعتقد أن الكثير مما يروى في هذه المحطة سوف نرجع لها فيما بعد قبل أن نقف في فاصل موسيقي آخر عفوا نسي الحسيني أريد أن نقف الملفات التي سواء أنت رافعتي فيها أو كنت شاهدة عليها أو سمعت لي المرافعات أنا ذاك الملف المعروف الذي كثير من أعرفه شيء هذا هو محاكمة الوزراء صحيح هذه محاكمة الوزراء كانت في سنة 1972 1972 ولا أزال أذكر لحد الآن تحضر في ذاكرتي كل المشاهد المرتبطة بهذه المحاكمة إلى تعود ترجعنا إلى الذاكرة كان شيئا رهيبا ومهما كيف تتصور أن جزء مهم من الحكومة المغربية يحضر في محكمة العدل الخاصة من أجل محاكمة تتعلق برشوة واستغلال النفوذ وتبديل الأموال العمومية إلى آخر ما كان عددهم تقريبا؟ لست أذكر بالضبط ولكن أذكر بعض الأسماء التي كانت وازنة مثلا الشفشاوني أعتقد أنه كان ينوب عنه أحمد ريدا قديرا في الحينه شفشاوني مامون الطاهري عماني وقلاودا عماني ربما عدة أسماء كل حالة كثير وكانت هذه المحكمة وهذه خصوصية لاحظة بذلك التاريخ كان يرأسها شخص يتميز بهيبة ووقار لذو شخصية وازنة بكل المعايير وهو سيمو حمد الزغاري ولا أظن أن أي من من ضار في فلك نظام القضاء والعدالة في هذه البلاد لا يعرف ما هو سيمو حمد الزغاري كان لهوزن قوي ويتابع المناقشات بطريقة دقيقة ومعمقة وبالتالي أحكامه دائما تكون وازنة ولا ينزع فيها إلا في نادر الأحوال وبالتالي لا أزل أتذكر أن بين المتابعين كان محمد طاهري وكان شفشاوني وكان شفشاوني لا يرضى أن يأتي شخص مثل ابن سعود الذي كان أجوم إيموبيديا أو سمصار ليقوم بشهادات ضده أمام المحكمة فيقول هذه الأشياء لا تقبال كذا ويطلب من حمد ريدا قديراء محامد يلا فبالتالي أتبعت هذه المحاكمة بكثير من الشغف وكثير من الاهتمام إلى أن استمعت إلى الأحكام التي صدرت فيها أحكام بالسجن 12 سنوات أو 10 سنوات إلى آخره وكانت سابقة من نوعها في طريق المغرب المغرب لم يكن يعرف هذا النوع من المحاكمات بذلك التقل وحضرت في محاكمات أخرى مثلا لا سكام حضرت في محاكمة أخرى فقط تبعتها من بعيد وهي عملية شيرة في الشمال كان كولونيل في الترك الملكي كان هو كذلك طرف في هذه العملية ومحكمات الخاصة هي استثناء الجميع كان يطالب تغيير طبيعتها أو إلغائها وفعلا في نهاية المطاف ألغيت سيمو حمد بوزوب علي التكرار كان من الذين يحضرون أمام حكمات الخاصة كثيرا للترافة كان تبرمد طالبطاء كان محميدي كان نقبل المحامين على كل حال تلك صورة من صور تاريخ المغربي من التاريخ حديث رمضاني مع تجدين حسيني سي تجدين حسيني نستنفو الحديث معك بالاسترجاع والعملية ممتعة على كل حال شكرا جزيلا لك مرة أخرى تكلمنا على البداية للمرحلة للممارسك ولمزاولة المينات المحامة وكما تقطعتش علاقتك بالجامعة لا أبدا هترجع كأستاذ هذه المرة قبل أن أنهي مدة تدريب كنت قد انشغلت بالإعداد لديبلوم دراسات العليا ديبلوم دراسات العليا وكنت قد أنهيته في سنة 1974 وانشغلت بإعدادي ما يسمى بدكتورة سيك الثالث التي هي ديبلوم دراسات العليا وهي كذلك ولا أزال أذكر أنني اخترت موضوع وهو سياسة الوفاق ومضاعفاتها على بلدان العالم الثالث لأنه في ذلك الحين منتصف السبعينات كانت بلدان العالم موزعة إلى الكتلتين كانت فترة الحرب الباردة وكان معسكر اشتراكي بقيادة الابتحاد السوفيتي وله حلف وارسو الذي يمثله عسكريا وله منطمة الكوميكون التي تؤطله اقتصاديا بينما كانت الولايات المتحدة تتزعم الحلف الغربي ويؤطرها لوتون أو الحلف الأطلسي عسكريا والنظام الليبيرالي الرأسمالي اقتصاديا وبالتالي كانت المواجهة شريسة والشغف ديبلوماسي استمر حتى لو فشلت في أنك تدمع الخارجية هو في حياتي المهنية كمحامي كنت أمارس هذا النعم السلوك الديبلوماسي ولا أزال أذكر أن مثلا سفارة نيجيريا ولم أكن أعرف للسفير ولا غيره ولكن بالصدفة المكتب الذي كنت أمارس فيه التمرين جاءنا ذات يوم سفير نيجيريا يبحث عن محام يتحدث بالأنجليزية فصاحب المكتب أسنده إلي مباشرة قال لي هؤلاء تحتات الأنجليزية انظر ماذا يريدون فوجدت أن الشخص أتى لتستقر السفارة بكفية رسمية في المغرب على أساس شراء منزل لسكن السفير وشراء موقع لمقر السفارة لا يريدون استمرار في أداء الكراء لا يريدون الشراء والشيء الغريب أن مالك العقار الذي سيستعملونه للسكنة كان يملكه شخص موثق وكان هو أعتقد أذكر موريس حمو موريس حمو كان هو مالك العقار وهو موثق وبالتالي حرر لهم العقد وأعطاهم إياه قصد توقيعه فهم تخوفوا مما يمكن أن يصدر عن هذا الشخص قالوا الله محامي تكلف تماما فأعطوني العقد كان هو قد لم يشير إلى بعض الشرط شردة الطبيعة الدبلوماسية بالنسبة للسفير إلى آخر لذلك لا أذكر أنني أجريت على العقد بعض التغييرات وترجمت إياهم محتوى بكفية المفصلة والتالي طمأنه إلي كثيرا مرست أموره على سلام ثم أرادوا شراء عقار آخر لمقر السفارة ونفس الشيء تم كذلك وبالتالي استمرت العلاقة بينهم حتى لدرجة أنهم كانوا يدعونني دائما لحضور العيد الوطني لنيجيريا في السفارة لا أزال أذكر مؤخرا عندما جاء وفد كبير من نيجيريا فيه رؤساء الشركات بيترول والغاز ورجال أعمال ورؤساء الجامعات وكنت ألقيت فيهم محاضرة قبل بضعة شهور حول قضية الصحراء وكنت أجد في البداية صعوبة لتعامل معهم بسرعة فهي شخصيات وازنة من بلادهم إلى آخره فبدأت بهذا المدخل قلت له إنني أعرف نيجيريا ربما أكثر مما تعرفونها وهكذا أنا الذي استغللت هذا العنصر له مرجعي في ذاكرتي من مهنة المحامات فوضفته فيه ذكاء المحامي حاضر في هذا المحامي لكن في جميع الأحوال التدريس في الجامعة يمكن أن أقول لك بأنني بدأت فيه كذلك مذكرة وكان صدفة هو اختيار وصدفة في آن واحد وبدأت صغير كان يدرسني أحد في الدراسات العليا لا أزل أذكر شخصي مرموقة جدا وهو الدكتور الجنرال خيري بن نونة خيري بن نونة هو جنرال عسكري ولكنه حضر الدكتوراه في أوروبا حول موضوع الطاقة النووية واستعمال السلاح النووي وليس إبناء القبيل لدي حتى أطروحته في الدكتوراه فكنت أقض الحديث في درسه كثيرا وأذهب في التفاصيل هذا مغربي؟ لا أصله مغربي ولكنه عاش في مصر وكان رئيس ما يسمى مجموعة الجيوش العربية أو إدارة الدفاع العربي المشترك في الجامعة العربية إذن كنت طالب عنده تماما فكانت بيننا علاقات صداقة نتيجة للنقاش والحوار فمن غريب الصدف أنه في سنة 1975 كان هو مدرس مادة القانون الدولي العام في السنة الأخيرة من الإجازة وكنت أنا أرافقه في الضروس التطبيقية أو الموجهة بحيث كنت أزوره تماما كنت أزوره في البيت ونناقش عناصر الدرس النظري ونحضر القضايا التي عرفتها محكمة العدل الدولية أو مثلا الملفات التي عورت على مجلس الأمن أو كده ونأخذها لنناقشها وأضع أنا شخصيا العناصر التي تكون في الدرس توجيهي حتى أقوم بمتابعة ذلك فيما بعد لكن ما حدث أنه قبل نهاية السنة أصيب بمرض عضل الله وكان بسبب ذلك المرض وضعوه في غرفة كبيرة في المستشفى العسكري الذي يسمى ماريفوي كنت أزوره هناك وكان يطلب مني فئان واحد أن أقوم بالدرس النظري وبالدرس الموجهة كذلك وعندما انتهت السنة كان في عمركس محليك أنا ذاك كان عمري آنذاك حوالي أقول 23 أو 24 سنة 23 أو 24 سنة حيث جل الطلبة الذين كنت أدرسهم في تلك الفرصة هذه فرصة ليست بشيء عادي كانوا أكبر منك أعتقد كان البعض منه أكبر مني لا أزل أذكر من الذين درستهم في ذلك التاريخ منهم من ذهب إلى رحمة الله منه أستاذ عبد الله الحدد الذي توفي مؤخرا منهم إبراهيم أبراش هذا إبراهيم أبراش كان أستاذا هنا في الجامعة وأصبح فيما بعد وزيرا للثقافة في السلطة الفلسطينية وعاد إلى التدريس الجامعي كان كذلك من بين الطلبة والكثير منهم لا أذكر البعض منهم أصبحوا أساسي دورة لكن الآخرين منهم من ذهب كعامل إقليم أو كمحامي أو في عدة مجالات لا أزل أتكبر تلك السنة منهم كذلك أعتقد رشيد صباحي الذي هو في التليفزيون أعتقد أنه إما في تلك السنة أو التي بعدها ومنذ ذلك التاريخ استمررت في نفس العملية إذا كانت تدريس ديال المادة اللي كنشوف هناك كتاب الوجيز في القانون الدولي الاقتصادي هذا فيما بعد فيما بعد نشر القانون الدولي الاقتصادي لم أشرع في تدريسه إلا في سنة أعتقد 1983-84 1984 فقط أنا ذاك شرعت في تدريس كنت في السابق أدرس فقط مادة العلاقات الدولية مادة القانون الدولي العام بعض الأشياء فيما يتعلق بالتنظيم الدولي ولكن القانون الدولي الاقتصادي تخصص فيه بالأساس مع بداية الثمانينات وبعدما أنهيت أطروحة الدكتوراه أنا ذاك فقط شرعت أدرس يعني ما وقفت حصيل ذلك قلت لأبد من الدكتوراه لا بالنسبة لي كان المشوار يسير بشكل متوازي بين ممارسة مهنة المحامات وإعداد لأطروحة الدكتوراه بعد أن أنهيته دكتوراه السيك الثالث وبطبيعة الحال دكتوراه في المغرب كانت أنا ذاك لها ميزة خاصة تتميز بها عن ما يسمى الدكتوراه الوطنية أو الدكتوراه الجامعة كانت تسمى دكتوراه الدولة دكتوراه الدولة ولست الوحيد الذي استمر في إعداد لها لمدة ست سنوات الكثير من الرفاق الذين صاروا على الضرب جميعهم استهلكت من حياتهم هذه المدة تقريبا في فرنسا؟ بين فرنسا والمغرب بين فرنسا والمغرب واجهة أولى تهم الخزانة الكبرى للمؤسسة الوطنية العلم السياسي بفرنسا الواجهة الثانية تمر بميدان الصحافة إن الموضوع الذي كنت أناقشه يرتبط بالعمل الصحفي بشكل كبير والشيء الغريب الذي لاحته في ذلك الحين هو أنه رغم أننا في قلب فرنسا وهي باريس وفي قلب باريس التي هي المؤسسة الوطنية فإن جل المراجع والمصادر المثوق بها في ميدال قانون الدولي بحيث هذه الخزانة في أكثر من مليون كتاب في ذلك التاريخ مليون كتاب هذا الشيء أنا أتحدث عن سنة 78-77 80% من هذه المؤلفات الكتب هي باللغة الأنجليزية وليس باللغة الفرنسية باللغة الأنجليزية وعندها قمت بالضغط أكثر لممارسة اللغة الأنجليزية بشكل أفضل وحتى عندما يرجع الآن الأطرح التي أجزتها سيلاحظ أن جل المراجع هي باللغة الأنجليزية وفعلاً هذا الظاهرة الكثيرون لا يدركون حقيقتها ولكنها اليوم ومع العلماء ومع تطور العلاقات الدولية وتشابكها أصبحت اللغة الأنجليزية تلعب دوراً أكثر في العلاقات الإنسانية يبقى أنت بكري بشكل مبكر جداً أعتبر أنه ينبغي أن أركز على اللغة الأنجليزية بالأساس وكذلك كان طيب من بعد الدكتوراه واحد محطة اللي ربما كلي كعرفها وكلي ما كعرفهاش هو أنه كان عندك طالب من نوع خاص في بداية الثمانين إحدى اللي هو أنا ذاك ولي العهد سيدي محمد فعلاً فعلاً بعدما نهيسوا الدكتوراه والتحقتوا بكلية مجدداً لإستدريس مادة القانون الاقتصادي صدعاني عميل الكلية وصدعاني كذلك أعتقد سعد واحد بالقزيز كان هو وزير التعليم العالي وقالوا لي إن جلال الملك يرغب فيه أن تقوم بإستدريس ابنه ولي العهد مادة القانون الدولي الاقتصادي قانون الدولي الاقتصادي إذن باختيار أنا استغربت آنذاك لأن ولي العهد كان قد أعطاه الحسن الثاني أن يدرس في توجيه يتعلق بالقانون الإداري الداخلية الإدارة الداخلية ولم تكن لديهم هذه المادة في منهجهم الدراسي في ديكستان ولكن العاهد المغربي ألحى على أن تكون مادة القانون وكأنه كان لديه نعمل إدراك بأهمية مادة القانون الاقتصادي لأنها تهم ليس فقط العلاقات النقدية أو التجارية بين الدول ولكن تهم حتى المؤسسات الكبرى التي كانت في تاريخه لها دور كبير في حياة المغرب مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والغات بدرجة أن المغرب سوف هو الذي سيستقبل في تسعينات القرن الماضي تأسيس منطمس تجارة العالمية في مراكش وثم سيلتحق كعضوين فيها وبالتالي كان لديه منذ ذلك تاريخ حدث حدث مهم بأن هذا النوع من تدريس له أهمية خاصة كان في أي مستوى أنا ذلك ولي العهد في أي سنة؟ مادة القانون الاقتصادي درستها لولي العهد ورفاقه ولموع الطلبة في سنة أفو السعر أعتقد 84 أو 85 كان في السنة الأخيرة من دراسته العليا في الإجازة في الإجازة طيب كيف يكون إنسان مكلف بتدريس ولي العهد؟ كيف يمارس بالمهنة؟ لا أخفيك أنه بالنسبة للتدريس المهنة لم يطر أي تغير التدريس كان عادياً بكل المعايير نفس المعايير التي اعتمدت حتى في السنوات السابقة أنا شخصياً كنت أقوم بالدرس النظري بلوكو مجلس دخال بالنسبة للمادة وكنت ألقي محاضرتي مرة في الأسبوع بالنسبة للمدة ساعتين فالساعتين تتميز بإلقاء المحاضرة في أكثر من نصف الوقت والوقت المتبقي إطرح فيه كل الطلبة تساؤلاتهم وملاحظاتهم لتتم الإجابة عليها وشخصياً لما دخلت هذه التجربة حاولت أن أبحث عن مراجع باللغة العربية لمادة القادمة الاقتصادي في كل البلد العربية مكان تصلت بمصر تصلت ببعض بلد الخليج تصلت بلبنان لم أجد وهذا شيء غريب لم أجد كتاباً واحداً يتناول هذه المادة لهذا كان هذا المؤلف وأكثر من هذا سيأتي المؤلف فيما بعد لكن بحثت حتى في فرنسا فوجدت هناك كتابات بالفعل في ذلك الطريق ولكنها جد محدودة فيما يتعلق بأمهات الكتب المراجع الكبرى حوالي أربع أو خمس مراجع ما سواها لا شيء فاستغللت عطلة سنوية كنا سأقضيها خارج المغرب وبالضبط في هيلسينكي بفنلندا فتوجهنا إلى هناك لحوالي خمسة وعشرين يوماً عزمت على أن أخصصها للبحث في هذه الميدان ولقيت الضالة فتوجهت إلى الجامعة في هيلسينكي وذهبت إلى المسؤولة عن الخزانة لأنني طفت بالخزانة فلم أجد أثراً لكتبين بالقانون الدول الاقتصادي فتوجهت إلى مديرة الخزانة وقلت لها هذا مفاجئ مني أنا أستاذ المادة وجئت إلى هنا علني أجد عندكم شيئاً يطفئ الغليل يشفي الغليل بخصوص هذا ولقيت فعلاً فقالت لي فتبسمت وقالت لي لم تجد شيئاً هنا فقالت لا أجد أي شيئاً يطلق قلت أتعرف السبب فقالت ما هو السبب قالت لي لأن القانون الدول الاقتصادي له مكتبة خاصة به في الطبق العلوي فتوجهت سريعاً مسرعاً في الأدراج لأصل إلى خزانة متكاملة الأركان ليست فيها فقط أمها الكتب الأنجليزية من الولايات المتحدة وبريطانيا والبلدان سكوندينفية ولكن بها كذلك الدوريات والمجلات المتخصصة في الميدان يعني تصوروا أن هناك دوريات صدرت قبل أسبوعين فقط وهي موجودة بإحصائية جديدة محينة بأشياء تفصيلية بنماذج ورسوم بيانية ذا العطلة رجعت في مكتبة هلزينكي بقيت كانت زوجتي وأبنائي دائماً يصارعون معي وقلون أنت تغرق في مكان ما وأتيت بحقيبة من الصور والنصح من الشورات كتذكر أستاذ ماذا من زملائك الأساتذال اللي كانوا في مهمة تدريس ولي العهد آنذاك؟ بالفعل كانوا كثير المواد إلى باب استرجاع كان أستاذ عبدالهادي بو طالب كان أستاذ عبدالهادي التازي ودرس ديبلوماسيا كان أستاذ عبدالرحمال القادري رحمه الله كان من خيرة الأساس دا من جهابدة القانون دسوري وكان أستاذ قبل ذلك أستاذ عبدالرحمال القادري لا أزال أذكر أنه في سنواتي الأولى في الجامعة كان يقوم كان الأستاذ حينها مصطفى البارودي الذي كان وزيراً سابقاً في سوريا يدرسنا مادة نظرية وكان الأستاذ عبد الرحمة القاديري يعالج معنا القضايا العملية معا كان شغوفاً أنك بالدستور الفرنسي والجمهوري الخامسة وكنت أعلم أنه يحضر دكتوراه هو في ذلك التاريخ في أوائل السبعينات كان يحضرها في فرنسا حول هذا الموضوع وكان شغوفاً بمواقف الجنرال دوغول من ناحية الصراع حول الجمهوري الخامسة وحول مآلياتها إلى آخره وبالتالي حقاً كان من خيرة الأستاذ الذين عرفتم بكله كانوا كذلك آخرين؟ كانوا أستاذ كثور فيما بعد كان أستاذ علي سجاري سجاري من خيرة كذلك الأستاذ اليوم لديه مركز مهم في نشر القانون الإداري وسطوير القانون الإداري بعقلية جديدة تندمج فيها مجالات القانون الأخرى يعني وجدته بنحين سينطم في قطف الأيام القليل المقبلة ندوة دولية مهمة في مراكش بعد هذا التوقف الذي عرفت من ندوات خلال ناحية الكوفيد تماماً فبالتالي يعني وتابعنا مع ولي العهد الدراسة حتى حضرنا معه إلى مناقشة أطروحة في الصورة؟ للأسف الناس اللي سمعونا في الإذاعة ما غير شوفوش الصورة ولكن غير تكون عبر الفيديو هذه الصورة عندما حضرنا معه مناقشة أطروحتي في الدكتوراه مناقشة الأطروحة إذن، كنتوا قابعناه بأن من هم الأساتذة هم الذينو كنت هنا؟ منهم من حضر هناك ومنهم من لم يكن حاضرا لأنه كان من بعد يدرس في إطار ما يشابه المعهد التقريبي الخاص بالدراسات الاستراتيجية وكان ذلك المعهد كنا نحن في هذا المعهد نحضره كمتفرجين وكان يتم استدعاء شخصيات وازنة من وزراء خارجية السابقين ومن أساسد مبرزين ليرقوموا حاضرات في ذلك المعهد وكان معه رفقاء في الدراسة يجتهدون كذلك ومنهم منافسة قوية في الدراسة لا أزل أذكر من بينهم حسن أوريد كان مجتهدا إلى أبعاد الحدود بن سودان نردي بن سودان علي الهمة كلهم كانوا في فوج واحد يعني الفوج المدرسة المولوية استمر كذلك منصوري، يسين منصوري، شرائبي يعني جموعة من الطلبة الذين كانوا جميعا يتلافسون لأن من البداية أعتقد أن الاختيار كان يهموا من الدراسات الأولى قبل الجامعة حتى في المعهد المولوي ربما كان الاختيار من أبرز التلاميذ في مدارس أصلية والذين هم في نفس سن ولي العهد كانوا قد التحقوا بمعهد المولوي ولكن القيمة للأستاذ كانت حاضرة بغض النظر على من هو الطالب لم أشعر ولو لحظة واحدة أن هناك تمييزا فيما يتعلق بالتعامل بين الأستاذ وطلبتهم لا على مستوى الاحترام ولا على مستوى الأخلاق الطيبة وعلى مستوى التواضع ولا على مستوى الالتزام ومن ضباط بمواسيق الدراسات كانت توجيهات معينة مثلا لكم أنتم كأسات ذادي الولي العهد أنا شخصيا لم أتلقى أي توجيه نهائي كان فقط الحسن الثاني كان رحمه الله يلح على أن تكون تدريس بوفق القواعد العلمية المرعية وبالصرامة المعهودة وبالدقة والتفاني في الإخلاص العالم كان قد استقبلنا مرة عندما كان هناك أعتقد لا أزل أذكر مرة أولى ثم مرة ثانية عندما كان عيد ميلادي الأمير مولاي رشيد لأنه أنا شخصيا كنت درست ولي العهد ودرستك سأسهولك على تدريس كذلك الأمير مولاي رشيد بالفعل وبالتالي أعتقد أن المنهج الذي اختاره الحسن الثاني لتدريس أبنائه كان منهجا سليما بحيث كما تلاحظون ولي العهد حصل على الدكتوراه وأعتقد كان أحضر أطروحته آنذاك حول تعاون ما بين بلدان المغرب الكبير وأوروبا ولدي أصخص أطروحته أزل وتوفر عليها جيدة جدا وكذلك الأمير مولاي رشيد الذي أعد أطروحة حول أعتقد منطمة التعاون الإسلامي منطمة التعاون الإسلامي الأمير مولاي رشيد درستي أعتقد أربع سنوات أربع سنوات المواد أو المادة؟ كانت دراسات تتعلق بالاستلاحيات القانونية ما بين اللغة الفرنسية واللغة العربية وتوضيفها في الدراسة القانونية وبالتالي استمرت هذا التدريس لمدة أربع سنوات تابعت معه في هذه الدراسة جميعا وبالتالي أظن أن مهنة تدريس الجامعي حقا هي فعلا مهنة شريفة وينبغي أن تبقى كذلك الآن عندما أسمع أن هناك بعض الأحداث والأشياء التي حبما تصيب الدين بكثير من التشاؤم حول مستقبل التعليم أقول لا ينبغي أن تأخذ هذه الندرة من هؤلاء الأشخاص كنمودج عما هو الأستاذ الجامعي هناك أساسدة في مستويات جيدة هناك أساسدة يحترمون أنفسهم كما يحترمون الآخرين التواضع والمعرفة العلمية عايشت الكثيرين منهم لا أزل أذكر الأستاذ مثلا دريس بن علي كان من خيرة الأساسية الذين شاركوا معي في مناقشة الكثير من الأطروحات الجامعية أذكر كذلك سعب القادر القادري أذكر عبد العزيز بن جلون الذين كان عميدا للكلية علي السجاري الذي من أبراعي وربما أبدع الذين أفرزتهم كلية الحقوق بالرباط وله امتداد عبر البلداء الأوروبية وعبر كندا بشكل كبير بحيث الجامعة أعطت عطاء طيبا في كل المستويات وأعتقد أن كل أطول التي تسير المغريب الآن كان لها موضع قدمين بالخصوص في كلية الحقوق بأقدال كانت مرجعا أساسيا في هذا الميت أتوقع أنك أشرفتي على تدريس بزاف من اللي قيدين المغريب في المرحلة حالية وماذا أقول تدريسي في الجامعة بسداء من سنة 1975 واستمر إلى ما قبل حوالي عشر سنوات تقريبا 40 سنة تقريبا أو أكثر؟ تقريبا 40 سنة 40 سنة من ربعاديا العقود من ربعاديا العقود المتوالية وكان عدو الطلبة فيها كثيرا وكانت التزامات كثيرة ولكن في نفس الوقت ظللت أتسابع مسألة النشاط المهني والندوات الدولية واللقاءات العلمية بالخصوص عادي نرجعو لهذا الشي الدكتور الحسيني لأنه حلقة واحدة أنا عاك مانك تكفيش عافو فبتلي أقترحو عليك أنه نديرو جزء ثاني باش نتكلمو فيه على المسار العلمي والمساهمة ديالك في القضايا الدبلوماسية واللقاءات مع الكثير من الشخصيات الوطنية والدولية ولكن قبل من هادي بغيت سي الحسيني في لقائك مع المرحوم الحسين الثاني شنو مازال الكلام اللي كتذكروا اللي ما تنساش ليك حسن الثاني كان رحمه الله يلح على أن يكون تدريس بطريقة علمية وبصرامة التي ينبغي أن يتحلى بها الأستاذ وأنا شخصيا عمري ما حاولت نجاوز هذا النوع من الالتزام لأنه كان الالتزامي سابقا وربما حتى اختياري لهذا المهم ما كان لأن عندي سمعة داخل كلية بأنني لا أتنازل قيدة أنملة عن انضباط في الأصول العلمية وفي البيداغوجي التي نبغي أن تطبق على مستوى المنهج لا أزال أذكر أنه في بعض الأطروحات وقعت غير ما مر يعني نشرع في المناقشة ولا أكون مشرفا أكون فقط عضوا في الجنة وأضطر في نهاية المطاف لكي أطلب من المرشح أن يعيد دراسة أوراقه ومراجعة ما كتبه لا تجامل أبدا ويمكن المجاملة في كثير من الأحيان ولكن في المستوى العلمي لا ينبغي أن تكون هناك مجاملات مثلا أعطيكم مثال بالنسبة لي الطالب الذي يعد أطروحه عليه أن ينتظر عندما يكمل عمله نهائيا وتتم إجازته من طرف الأمير أساسي الذين سيناقشون ينبغي عليه أولا وقبل كل شيء أن يقدم أطروحته بطريقة ذكية وتقريبا مرتجلة لا بأس من أن يحضر جدادة فيها بعض النقاط ولكن بغي أن يكون تقديمها بطريقة مرتجلة أن يكون تلخيصا لعمله وتحديدا حتى للصعوبات التي لقاها إلى آخره ثم عندما ينتهي من هذا التقديم عليه أن ينتظر أن يطرح عليه كل الأساسية الحاضرين بجموعة من الأسئلة التي تصب في جوهر الأطروحة ويناقشها كبكفاءة ومردودية ماذا أصبح يقع في بعض الأحيان؟ يأتي الطالب بورقة مكتوبة ويشرع بقراءة ما كتب فيها كتقديم لأطروحته ثم أن الأساسية الحاضرين يكتفون بالتعليق على ما جاء في الأطروحة وتجيب عن انتقادات فعلا كدائل آخره ويقولون هذه الأشياء ستصحعها فيما بعد ولكن هذا النوع من المجاملة أعتقادي أنه لم يعد مقبول على الإطلاق تكون عنده نتائج وخيمة حتى نمكن أطرنا خريجة لأن تتوفرها على نوع من المصداقية سواء داخل المغربي أو خارجه إن نبغي أن ننزه تكوين العلم عن المجاملات نعم إن نبغي أن نتابع أقصى حد من الصرامة حتى نضمنا المصداقية والمردودية في المستقبل نعم ومن الأمور التي لم يعرفوش بزيفة الناس وبها نختموها هذه الحلقة الأولى وأن كذلك أستاذ الوزير الخارجي الحالي سي ناصر بوريطة فعلا بل يقرأت المغرب كله واقعي فعلا فعلا ليس فقط ناصر بوريطة ولكن كذلك له أخ يسمى أعتقل يوسف بوريطة كان من ألمعي يوسف بوريطة كان أخ الله وكان كذلك جيدا جدا في سلوكه ودراسته وعائدة بوريطة ما شاء الله كلها متميز سي نطلع لك سي محمد تاج الدين الحسيني وعند الناس سنطلبوا جزء الثاني على بركة الله ونكمل الكثير مما سيقلب فتحنا الكتاب دي الذكريات والمذكرة دي والأستاذ تجديل الحسيني مشكورا ولكن نختمه باقتراح موسيقي كذلك ونخليه الناس محيو ناس إذا تحدث البعض عن أم محمد عبدالوهاب لازم يتحدث عن أم كلتوم أم كلتوم إذن نختمه عندك شيء مفضل عن أم كلتوم كل أم كلتوم كلها مفضل من بدايتها إلى نهاية إذن نختمه مع أم كلتوم ونقول لكم اصبحوا على خير تلقوا الأسبوع المقبل في الجزء الثاني من حديث رمضاني في ضيافة الأستاذ محمد تاجدين الحسيني شكرا للفريق التقني طبعا كريم نيتسي عثمان أيتسحيدا وهشام مزروال تلقوا الأسبوع المقبل إن شاء الله في حديث رمضاني حديث رمضاني مع تجدين حسيني